حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللقاء الودية الذي أقيم للمتقاعدين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وذلك بحضور معالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح والتعايش وقد أقيم اللقاء بدعوة من الشيخ فيصل بن سلطان القاسم في قلعة الجاهلي بالعين وتأتي هذه اللقاءات ضمن الحرص على التواصل بين المتقاعدين وتكريمهم تقديرا للخدمات التي قدموها للوطن أثناء خدمتهم وما يقدمونه من استشارات وخدمات متواصلة ومشاركة في العمل التطوعي والمجتمعي والاستعانة بخبراتهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة